أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن وصول البنية التحتية التقنية في مملكة البحرين إلى مستويات متقدمة يسهم في استمرار تعزيز دور قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مسارات التنمية الشاملة أشار سموه إلى ما توليه المملكة من اهتمام بمواصلة توظيف تقنية المعلومات في كافة مناح الحياة وربد الخدمات بالمستجدات التي تطرع على التقنية الحديثة بما يسهم في التسهيل على المواطنين والمقيمين ويواصل تعزيز جودة الخدمة الحكومية المقدمة إليهم جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصلك ضيبية اليوم بحضور معالي الشخص المال بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاقتصالات السيد ستيفني عضو مجلس الإشراف ورئيس شركة هواوي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث أشار سموه إلى أن مواكبة التطور التكنولوجي مهم لتواصل مملكة البحرين سعيها الطموح لتحقيق أهدافها التنموية الشاملة وتطلعاتها في مجال تقنية المعلومات والاقتصالات بما يعزز من مكانة المملكة على المستويات الإقليمية والدولية منوها سموه بدور الشركات العالمية في رفض قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بأحدث التقنيات المطلوبة وفقا لآخر المستجدات ومشيدا بدور الخبرات الوطنية التي حققت العديد من الإنجازات لهذا القطاع الحيوي ومتمنيا لهم تحقيق المزيد من النجاحات للمملكة خلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات التقنية لشركة هواوي عالميا وإسهامات الشركة في تقديم خدمات الاتصالات بجانب مزودي خدمات الاتصالات الآخرين بالمملكة من جانبه أعرب السيد ستيفني عن شكره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس وزراء على ما يمديه من اهتمام بتعزيز إسهامات الشركة في مملكة البحرين وبحرص سموه المستمر على تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين بما يحقق أهدافه المنشودة ترجمة نانسي قنقر